اشهد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني في محاصرة الانقلابيين الحوثيين وتطهيره واستعادته مناطق عدة في مدريات محافظة صعدة واكد الرئيس اليمني ان قوى الانقلاب اضحت مطوكة من كل الاتجاهات وصولا الى معاقلهم الرئيسة في صعدة وثمن خلال رقائه اليوم محافظة صعدة اللواء هادي الوايلي ثمن دور القيادات المحلية والمشايخ والاعيان والقوى المجتمعية في دحر عصابات الحوثي الانقلابية والانتصار لارادة الشعب اليمني واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد بدحم واسناد من قبل دول التحالف العربي